لا لا انا مش هوشو الوضع بقى واجبلك الدكر والكلام ده تعال ابص معاك ده عشان عزبك على شوية بندق على الغداء اكيد طبعا البندق ده شكل غريب شوية بالنسبة لك بس هذا مش بندق ده مكاديميا شفت المكاديميا شكلها عمل ازاي قلتلك انا عليها من شوية بندق لانها بتقال عليها البندق الاستراني المكاديميا اكتشافها علي من نباتات بريطاني فردناند فون مولار فقرنا 18 اللي فات وكانت من اغرب اكتشافاته ودلوقت هقولك هي اغربهم ليه موطن المكاديميا الاصلي استرانيا ولكن بتتزرع كتير جدا في هواي وفي مناطق كتير او في اوروبا وفي امريكا والمكاديميا اللي هنجربها النهاردة هي مكاديميا امريكا تعال كده مفرجك على حاجة فيها وبعد كده نفتحها سوا بص معايا هتلاقي السمرة زي ما انت شايف شكلها كده وهي لسه خضرة بيبقى فيه حوالين الطبقة البني دي طبقة خضرة شبه اسرة اللوز بص كده اسمع معايا مش عايزة اقول لك بص خشب يا بالحج خشب بتيجي سمرة المكاديميا بالمنظر ده وبتلاقي فيها شق كده زي ما انت شايف لان لو الشق ده مش موجود انسى لان انت دعف تكسرها هي خشب وخشب جمد قوي بيجي معايا مفتاح زي ما شايفوا في ايدي ده كده دلوقتي حالا هنفتح بين مكاديميا شايف المفتاح؟ طبعا لا ما فيش بصوا هممفروض بيجي معايا مفتاح عامل زي حتة الحديدة شبه اللي مش موجود في ايدي ده بس بما اننا نسيت المفتاح وما جيبتوش فالنهار ده نفتحها بطريقة تانية المهم ان احنا ايه نشوف اللي جواها يلا بص معايا كده بسم الله انا لو الحاج جمال يبنيبكت عايشها لغاية دي وقت لفتحها بسناني كان زمان سناني دلوقتي في الارض معاها يلا بسم الله صوت مريح للعصابي اخي جاهز للمفاجأة يلا بسم الله تفتح كده الله شايف منظر من جواه عامل ازاي ماشي ما علينا بتلاقش من اللوقات دي اهي لسه موجود بص يا سيدي هتلاقي عندك هنا كده القشرة شايف شكلها عامل ازاي تاقي القشرة تخينة جدا بص شكلها وتلاقي جوا هزا الكائن الظريف اللطيف الخفيف اللي فعلا فيه شبه من البندق بس اكبر بكتير منه يلا نجرب بسم الله رهيبة تاخد واحدة الراجل لما بيأكد مراته بياخد صدقة فانا هزا اخد صدقة بسم الله يالي يا عم يالي بص بق الماكاديميا واحدة من احلى المكسرات اللي ممكن تاكلها في حياتك تعمها مكس ما بين البندق والزبدة والسكر حاجة كده مع بعض ما تفهم لهاش يا جام نين وعايز اقولك ان الماكاديميا هي المكسرات الوحيدة تقريبا اللي لها ريحة عطرية مميزة قوي ريحيتها شبه ريحة زيت جوز الهند بس بريحة عطرية نفزة اكتر وخلينا اقولك ان امريكا بتستهلك اكتر من نص الانتاج العالمي للمكاديميا لوحدها مش لالفوايد؟ لا مش لالفوايد بس شان هي كمان برضو منشأ للزرعة الميكاديميا بتتزير عندهم كتير جدا وفي المرتبة التانية في الاستهلاك بعد امريكا اليابان وده اندل لدولها ان البتاع دي جمدة جدا تعالق دك معايا في رحلة سريعة الفوايد الميكاديميا في دراسات غير مؤكدة بتقول ان الميكاديميا بتساعد جدا في انقص الوزن قامت في دراسات تانية ردت على الدراسات الاولانية وقالت لهم لا لان فيها كمية صارات حرارية عالية جدا الميكاديميا فيها احماض دهنية احادية غير مشبعة بتساعد جدا على تقليل مستوى كوليسترول في الدم بتحسن اداية الجهاز الهضمي ومفيدة جدا لصحة القلب والاوعية الدموية الميكاديميا فيها زيود بتساعد جدا على الحفاظ على صحة الجلد والبشرة وكمان نمو الشعر بتقلل من انتشار الشوارد الحر مفيدة جدا لتقليل خطر الاصابة بالسكتات الدماغية اللي في ايديو دول عشر حبات ميكاديميا فيهم تقريبا اثنين ونص جرام بروتين ودي نسبة مرتفعة جدا للمكسرات نفس العشر حبات دول فيهم حوالي واحد وعشرين جرام ونص دهون غير مشبعة ودي مفيدة جدا لصحة القلب زي ما قلنا الميكاديميا فيها نسبة سوديوم قليلة قوي ومفيدة جدا لمرضى السكر ولو عندك شوية ميكاديميا وقاعد فاضي قبل ما تاكله ممكن تلعب بهم ترونجيلا زي دي كده الميكاديميا كمان بيبقى في منها متقشر وبكزا طعمة بس انا بقولك لو لقيتها هات السادة او اللي بقشرها اوعد جبن اللي بتعم قبل ما قولك على السعر هتلاقييني سيبلك في الكومنتات برنامك تعديل على الصور نزله هياجبك وينيجي لقطة السعر اللي انت قاعد بالسلام من بدري سمعاني يا سارة؟ سمعاني يا دنيا؟ بتحب انت الميكاديميا صح؟ ببلاش اصلها كل الميكاديميا المتقشرة بيبقى هنا في مصر في حدود الالف وخمسمائة جنيه وممكن النهار دي يكون داخل على الفين جنيه اما اللي بقشرها من النواد اللي انك هتلاقيها لو لقيتها هتلاقيك كيلو عمل في حدود الالف جنيه متجبهاش اشانا جبتها مكانك